أدل دونالد ترامب أحد أشد خطاباته ضد المهاجرين العابرين للحدود بشكل غير قانوني بينما صعد أيضا من انتقاداته الشخصية لمنافسته في الانتخابات كما لا هرس جاء ذلك خلال تجمع في ولاية ويسكنسون المتأرجحة حيث أحيط ترامب بملصقات لصور مهاجرين بشكل غير قانوني تم القبض عليهم بتهم القتل وجرائم عنف أخرى فيما كرس خطابه بالكامل تقريبا للحديث عن المهاجرين غير الشرعيين وحمل منافسته هاريس ورئيس جو بايدن مسؤولية السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد